فاجأت رغض المتابعين بمفاجأة جديدة واللي كانت عملها على استوديو خاص بها لتصوير الفيديوهات حيث رح تطلع على متابعينها على يوتيوب من هناك فشاركت فيديو كان جولة بها الاستوديو ونشرت صور على انستغرام من هناك فشو رأيكم بمكتب رغض الجديد شارك كل من عصومي وليد صورة لأبوهم خالد مقداد من المستشفى وصرحوا أنه الحمد لله طلع من العناية المركزة وتحسنت حالته الصحية وأنه رح يطلع غريبا من المستشفى ألف الحمد لله على سلامته أما عبد الله فشارك صورة أخرى من المستشفى حيث لاحظ المتابعين أنه فقد كتير وزن وتعب خلال هالفترة الصعبة بالمستشفى فألف الحمد لله على سلامتك يا عبد الله الله يشفيك ويعافيك أما عبود جعبري فصار كتير نشيط على انستغرام بمشاركته العدد كبير من الريلز فكل مرة عم يتفنن بريلز جداد فأكثر الفيديوهات المضحكة فيديو أدى فيه أغنية بعنوان ندمان أما أنس وأصالة فتخطوا حاجز للـ 12 مليون مشترك على يوتيوب ألف مبروك لأنا صالة فاميلي مبارحة كانت في حرب كلامية بين نورمار وأحمد أبو الرب من بعد ما شارك أحمد فيديو بعنوان لازم نحط حد لجيوس الأطفال على يوتيوب والإجابة فيه سيرت نورمار ومتابعين الجلادين مما أطار غضب الجلادين وبقوة وأيضا نورمار مما دفعوا لمشاركة ستوري أنستغرام علق فيها بي في كتير ناس حكوا عني وغلطوا ولا عبرتهم بس أنه تحكي عن متابعيني إنهم زبالة وتتمسخر عليهم وتحكي على لساني هيك كتير أنا ما بحب قطع الأرزاق بس جلادين جاهزوا حالكم واختار أحمد الرد على هذا الستوري بمجموعة من الستوريهات على أنستغرام ياس يا جماعة الفيديو الأخير تبعي عمل ضجة الجلاديني كثير زعلوا كثير زعلوا بش كادرين يتحملوا فحتى الملك المكافح شخصيا رئيسهم نورمار نزل بيان رسمي عنده إنه هسا بديه يعني إنه بديه يهاجمني و بدي خلي متابعيني يعملوا لإبلاغ أو شي هيك فهمت إنه أنا حكيت عن متابعينه زبالة ديس كليمر أنا ما حكيت عن متابعينك زبالة أنا حكيت إنه تصرفات متابعينك زبالة و ما بتراجع عن كلام تصرفاتهم زبالة لأنهم قاعدين بيسبوا علي أنا بيطلع لي أحكي عن تصرفاتهم و قاعدين بيسبوا علي أنا ما سبيت أحدا أما نورستارز و من مقابلة تلفزيونية فتحت موضوع مشكلتها مع ناريني بيوتي ودافعت على نفسها للمرة الثانية رغم أنه أدلة المتابعين كلها كانت ضدها وذكرت أنه في عالم اليوتيوبرز في غيرة ومشاكل عديدة فشو رأيكم بكلام نورستارز اشتركوا في القناة